أهلا بكم أعلنت إدارة الحوار الوطني التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعية التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان وذلك بعد توافق مجلس الأمناء والجان على التوصيات حيث انتهت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي من إعداد توصيات قضية الوصاية على المال وفي لجنة الشباب أوصب بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال بينما في لجنة الصحة تم التوافق على توصيات بقضية نظم رعاية الصحية في مصر بين حكومي وخاص وأهلي وتأمين الصحية الشامل وأوثر حوار الوطني بضرورة إنشاء قاعدة بياناته وحدة لجانب الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها وضرورة ربط مشروعات تخرج طلاف الكليات بالمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعية لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر أيضا يؤدي طلاب إثنوية العامة شعبة علمي رياضيات امتحان دورة ثاني في الجبر والهندسة الفراغية بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحاني مادتي الاستعلاد لقبول بالجامعات اللغة العربية ومقاييس المفاهيم للغة العربية أيضا وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي وقعة غش أو تصوير أسئلة أو أجوبة حيث أن الحرمان من الامتحان مصير أي طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة وإلى خبر هام آخر حيث أعلنت مزارة الصحة وسكان عن تقديم 21.1 مليون في خدمة طبية ضمن حملة ميت يوم صحة حتى اليوم مجانا كشف الدكتور فسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة وسكان عن تفاصيل مبادرة ميت يوم صحة موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التي تتوجه للتجمعات السكانية وأكد أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين حيث أن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية وأضاف أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الخمستاشر يوما الماضية من مبادرة ميت يوم صحة وفي حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كله قال وزير الصحة أنه يتم تحويل الحالة للمستشفى وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أي تكاليف إضافية وأخيرا إلى أحوال التقص حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم تقص حرة بنهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة راتب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع في نسب رتوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة التقس ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا ويتوقع أن يشهد اليوم اطراف الملاحة البحرية على خريج السويس وسرعة للرياح من 50 إلى 65 كم في الساعة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر أما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم القاهرة العظمى فيها 33 درجة والمحسوسة 35 أما الصغرى فهي 25 درجة الأسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 أما أخيرا وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة والصغرى 28 درجة كده نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا من نيحيا وإلى اللقاء شكرا جزيلا على المتابعة.